من حوالي 3 أسابيع وزارة الصحة كانت أعلنت أن هي هتقدم خدمة للمواطنين اللي عندهم بعض الأمراض ومش قادرين يروحوا مراكز تلقي اللقاح أن هتجي لهم وحدات متنقلة من وزارة الصحة هتديهم اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البيت وبدون أي رسوم وتم إعلان مجموعة الأمراض اللي يقدر طالب اللقاح أنه هو يحصل على اللقاح في البيت وما يروحش مكان تطعيم وكلها تتعلق بالحركة أو عدم القدرة على الحركة أو الأمراض اللي بتؤدي لعدم القدرة على الحركة وإحنا كمان كنا استضافنا الدكتور أيسم صلاحة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات ولما سألناه على الموضوع ده نفى أن يكون فيه أي رسوم الغريب أن تطلع برضو شائعات تقول لا ده تلقي اللقاح بتاكورونا في البيت هيؤدي إلى دفع رسوم النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض العاقع الإلكترونية أنه هيكون فيه أي رسوم هتحصل مقابل تقديم خدمة تلقي لقاح بارس كورونا في البيت للمواطنين اللي قلنا عندهم الإعاقات الحركية المركز الإعلامي مجلس الوزراء أكد أنه يتم إرسال أو بيتم إرسال بالفعل فرق طبية مدربة لإعطاء اللقاحات متخصصين عشان يدوا الناس اللقاح في البيت اللي بيعانوا من مجموعة من الأمراض اللي هي سريعا كده برضو نقولها لحضراتكم المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال أو شلل رعاش مرض اعتلال المفاصل مرضى الأمراض العصابية بتؤثر على الحركة المرضى اللي عندهم كسور في الحوض والأطراف السفلية أو باتر في الأطراف السفلية مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي مرضى تصلب المتعدد MS ومرضى الوهن العضلي هي دي مجموعة الأمراض اللي بيحق لأصحابها أنه هم يخدوا اللقاح في البيت وبيطلبوا ده وهم بيسجلوا أو بيتصروا بالخط الساخل لما بتجلهم رسالة تطعيم وبالتالي المجلس الوزراء والمركز الإعلامي تابع المجلس الوزراء بيأكد أن يتلقي اللقاحات في المنزل بدون أي مقابل وبيان في هذه الشائعة